موسيقى 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 السلام عليكم يا أصدقاء في مقطع جديدة على قناتكم GAMESBAR في مقطع اليوم يا أصدقاء سوف نتعرف على السطيلات اللاعبين المدافعين يعني من الحالث وأربعة مدافعين في الخلف أو حتى ثلاثة مدافعين بالنسبة للأشخاص الذين يفضلون ثلاثة مدافعين سوف نتعرف على جميع السطيلات اللاعب الخاصة بكل لاعب أصدقاء في الدفاع وبعد ذلك سوف نقوم بشرح كل السطيل وهذا بالنسبة فقط للجزء الأول بالنسبة للجزء الثاني سوف نقوم بشرح خط الوسط ثم سوف نقوم بشرح السطيلات المهاجمين يعني يا أصدقاء إذا كان هناك دعم على هذه السلسلة سوف نستمر فيها إن شاء الله حتى تعرفون كيف تقومون بوضع لاعبكم في التشكيل ويصبح فريقكم قوي كذلك يا أصدقاء لا تنسوا دعمنا بالزر لايك اشتراك في قناة التفعيل زر الجرس ترك تعليقهم محفزاً وإن أصدقاء نبدأ هذا المقطع ونتعرف على السطيل كل لائبهم ونقول بسم الله وأ 처음 هو الحراس هناك نوعية للحراس هناك هراس يلعبون بالستايل اوفونسيف قولكيبر وهناك وسطايل تاني وهو الديفونسيف قولكيبر الذي يع 일عب به الحارس بوفون كما تشاهدون أصدقائي ما هو الفرق بين الاوفونسيف وبوفونسيف قولكيبر بالنسبة للوفنسيف جول كيبر أستقاء هو الحارس الذي يخرج من مرمى مثلا عندما يقوم الخصم بلعب تمريرة طويلة إلى المهاجم الخاص به وتمر الكرة قليلا بعيدا عن المهاجم الخاص بالخصم يخرج الحارس بسرعة لقطع الكرة أو لالتقاط الكرة ومنع المهاجم من الوصول إليها وتسجيله أما بالنسبة للنوع الثاني من الحراس وهو الوفنسيف جول كيبر وهو الذي يبقى فقط في مرمى يعني لا يخرج للقرات حتى إذا كانت قريبا منه يعني يبقى دائما في المرمى الخاص به ولا يغامر ويخرج لقطع الكرات البعيدة عن المهاجمين وكذلك أستقاء بالنسبة لهذا التصالي الخاص بالوفنسيف جول كيبر يعني هو جيد في قطع الكرات لكن في بعض الأحيان يرتكب أخطاء مثلا إذا كان المهاجم السريح قد يصل إلى الكرة قبل الحارس وبالتالي سوف يسجل عليك هذا أما بالنسبة للنوع الثاني من الحراس هو الوفنسيف جول كيبر فهو لا يخرج من مرمى إلا إذا قمت بإخراج يعني هناك أضرار ومنافع لكل صالي لعب لكن صراحة أنا أفضل الأوفنسيف جول كيبر أصدقاء هو الصالي الذي ألعبي وأنا شخصيا ألعب بنيوير في هذه الخطة وألعب يعني ونيوير يمتلك صالي أوفنسيف جول كيبر يعني هذا كل شيء بالنسبة للحراس أصدقاء الآن ننتقل إلى قلوب الدفاع ونبدأ أولا مع فانديك أنا دائما تشاهدون أني أضع فانديك في تشكيلاتي أصدقاء فانديك يلعب بالسطايل البلدوب كما تعرفون جميع السطايل البلدوب في أصدقاء هو السطايل رائح لماذا؟ بالنسبة للبلدوب في أصدقاء هو لا يسعد كثيرا يعني لا تجد أن هذا المدافع يقوم بالتقدم كثيرا ويسرق مساحات خلفه بل هو يبقى تابت في مكانه ويقوم ببناء هجمات من الخلف هذا هو الجيد في هذا السطايل أصدقاء أي لاعب يلعب بلدوب أو أي مدافع يلعب بالسطايل البلدوب تجده هو رائع في الهجمات المرتدة السريع لأنه يقوم بعمل تمريرات طويلة من الخلف ويساعدك على الوصول إلى مرمى الخصم بسرعة يعني دائما تجد أن المدافعي الذين يلعبون بالسطايل البلدوب جيدين في التمريرات أصدقاء يعني فانديك هو لاعب جيد في التمريرات يعني يعطيك حلول كما تشاهدون هنا لوفت الباس يعني التمريرات الطويلة يعطيك دائما حلول يعني حتى بالنسبة في بيس 2021 كانوا يلعبون به التينيس كما تعرفون يا أصدقاء ستايل التينيس كان هناك الأشخاص الكثيرين يلعبون به فان دايك هذا السايل يعني فان دايك رائع في التمريرات من الخلف الأصدقاء كذلك بالنسبة لفان دايك يعني بالنسبة للسايل البلد فهو يساند الباك الشمال أو الباك اليمين يعني حسب الموقع الذي يوجد فيه مثلا إذا عدت إلى الخطة سترون أن فان دايك قريب من جواو كانسل وبالتالي إذا تخطى مهاجم الخصم جواو كانسلو سوف يتقدم مباشرة فان دايك إلى قطع الكرة الخاصة بمهاجم الخصم يعني دائما ما يقوم بالتغطية على الباك الشمال أو الباك اليمين حسب موقعه يعني هذا المدافع أصدقاء دائما ما يقوم بالمساندة الدفاعية للأير بي أو الأير بي وهذا بالنسبة للسايل البلد الآن ننتقل إلى السايل آخر من المدافعين وهو سايل الديستروير أصدقاء يعني أنا هناك دائما تنوى في خطة يلعب بواحد بالضب واحد ديستروير الديستروير أصدقاء غير جيد في التمريرات الطاولة ولا يصنع لك اللعب من الخلف كذلك هذا السايل يقوم بالتقدم يعني تجد مثلا هذا المدافع في بعض الأحيان يصعد يتجده هنا تقريبا بجانب الارتكال في بعض الأحيان ويشرك مساحات خلفة كذلك بالنسبة للديستروير أصدقاء يقوم بمساندة الباك اليمين أو الشمال يعني يساند الار بي أو الال بي يعني دائما تجده يساندهم دائما تجده هنا قريب منهم يا أصدقاء يعني في كثير من الأحيان الفرق بينه وبين الديستروير في هذه النقطة هو أن الديستروير وأن البلد ينتظر حتى يقوم المهاجم الخاص بالخصم بتخطي الال بي أو الال بي الموجود لديك بينما الديستروير يقوم مباشرة بالصعود والمساندة الدفاعي يعني هذا هو الفرق كذلك بالنسبة للديستروير يقوم بالتقدم حتى يقوم بقطع الكرات مباشرة بعد التمرير يعني لا يعطيه مساحات كثيرة لمهاجم الخصم للتقدم يعني دائما ما يكون بجانب مهاجمي الخصم هذا السبب هو دائما متقدم هناك ستايل آخر من المدافعين وهو الاكسترا فرونت ماني أصدقاء وهو الذي يلعب بيع اللاعب لساندرا ومارتينيز في هذه النسخة ستايل اكسترا فرونت ماني أصدقاء هو جيد في موضع واحد ضد واحد يعني واحد ضد واحد لن يمر المهاجم مهما كان نوعه يا اصدقاء يعني هذا اللاعب بالنسبة لأشخاص تدينا يفضلون ستايل اللاعب هو جيد اصدقاء كنت اعتمد على شخصيا في كثير من احيان وكان يعطيني اذاء جيد اصدقاء يعني واحد ضد واحد لن يمر المهاجم يعني هذا بالنسبة لجميع السايلات المدافعين الموجودين حاليا او الاكتر شهراء يا اصدقاء الآن ننتقل الى وكذلك بعد ذلك سوف ننتقل الى الاربي. الاظهر يا اصدقاء سواء الظهير الايمن او الظهير الايصر هناك انواع متشابهة مثلا بالنسبة لجواو كانسلو اصدقاء يمكن ان تلعب بلاعب فول باك فينشر وهذا السايل الخاص بالفول باك فينشر ما هو دوره داخل اراضية الملعب. مثلا عندما تقوم انت بعمل هجمة هذا اللاعب تجده يقوم بالذهاب هنا يعني في هذا الجانب بعد ذلك لا يبقى هنا فقط بل يقوم بالنزول تقريبا هنا يا اصدقاء يصبح يلعب هنا يميل الى وسط الميدان وبالتالي يمكنك التمرير اليه او التسديد به هذا هو يعني يقوم بانهاء الهجمة يعني لا يقوم فقط بعمل تمريلات بل يقوم كذلك بالتسديد يعني يقوم بالميلان ويدخل وسط الميدان. مثلا لعب تقريبا اصدقاء يعني يمكنك الاعتماد عليه في هذه النقطة اذا كنت تريد يعني ليس لعب كرة عرضية بل يعني تقوم مثلا بارجاع الكرة الى الخلف سوف تجده يفيدك في هذه النقطة اصدقاء يمكنك عمل بتمريلات مع الام اف او عمل تمريلات الى وسط الميدان يعني بدون الحاجة الى لاعب كرة عرضية. يعني هذا هو style الفول باك فينشه. ونالك كذلك. style الذي يلعب به وهو الكروس سبيساليس. ولا اعتقد ان هذا style يعني يحتاج الى شرح كثير. فالكروس سبيساليس اصدقاء هو متخصص في عمل كرات عرضية. يعني عندما يلعب لك كرة عرضية فقط هذا هدف. يعني لا تفكر كثيرا. اذا كنت تلعب ضد اي شخص وقام ذلك الشخص بيلعب كرة عرضية. بكترينش اليكساندر ارنولد فقط تفكر كيف سوف تحصل على التعادل. يعني يا اصدقاء هذا هو style الكروس بساليس. يعني متخصص رائع في لعب كرات عرضية. يعني بالنسبة الاشخاص الذين يلعبون او شوية تنش اليكساندر مفيد لكم يا اصدقاء. سوف يلعب لكم كرات عرضية رائعة. وليس هذا فقط اصدقاء. هناك styleات اخرى بالنسبة للاظهرة. هناك كذلك هذا style الذي يلعب بهذا اللاعب كما تشاهدون. defensive full back. هذا اللاعب اصدقاء لا يصعد. هذا اللاعب يبقى دائما في الدفاع. سواء كانت الكرة لديك او الكرة مع الخصم. يعني اذا كانت الكرة لديك وانت في نصف ملعبك تجده يعني قريب من الحارس. يعني لا يصعد كثيرا هذا المدافع. يعني يبقى دائما في الدفاع. حتى اذا كنت انت تضغط وفي نصف ملعب الخصم يتقدم قليلا فقط. لكن لا يتعدى نصف ملعب كثيرا اصدقاء. وبالتالي لا يمكنك الاعتمال عليه في لعب كرات عرضية عن طريق الاضهرة. هذا اللاعب اصدقاء هو فقط مدافع. بالنسبة الاشخاص الذين يلعبون مثلا على الدفاع سوف يعتمدون على هذا الستايل من الاضهرة. لانهم لا يصعدون ويبقون في الدفاع وبالتالي سوف تلعب بخمسة مدافعين كاملين. وهناك كذلك الستايل اخر من الاضهرة. مثلا هناك اللاعب فريمبونغي. اصدقاء الذي يصلح كرم اف ويصلح كذلك كربي. انظروا الى اللاعب الخاص به. هذا اللاعب يصلح كربي كما قلت لكم يعني ضهير ايمن. ويصلح كذلك كرم في يعني لعب في وسط الميدان. من هذه النوعية من اللاعبين اصدقاء. انا افضل اذا كنت تريد لعب هجومي هذه النوعية من الاضهرة تعطيك اذاء خرافي اصدقاء يعني دائما تجدهم مساندين في الهجوم. اللاعب الوحيد فيهم يا اصدقاء هو انهم يتركون يعني بعض التغارات الدفاعية يعني دائما الكرات تلعب في ظهرهم. لذلك يجب عليك اعتماد على ظهير سريع حتى يقوم بالعودة بسرعة للتغطية يا اصدقاء. لان هذه النوعية من الاضهرة دائما يصعدون للعب كرات عرضية او للمساندة الهجومية يعني لا يلعبون كرات عرضية بشكل كبير. يعني المهم انهم يساندون في الهجوم يعني يمكنك اللاعب بهم كرات عرضية نعم كذلك يمكنك استند عليهم الى الخلف هناك تنوع في اللعب. انا قمت بتجربة لعب فريم بونغم مثلا في مركز الظهير الايمن واعطاني اداء جيد كذلك في مركز ار ام اف دائما اعتمد عليه يا اصدقاء وبيعطيني اداء جيد. اذا يا اصدقاء كان هذا كل شيء فيما يخص مقطع اليوم الخاص حول الصيلات الحراس المرمى وكذلك المدافعين. اذا اعجبكم هذا المقطع لا تنسوا دعمنا بالزر لايك اشتراك في قناة تفعيل زر الجرس. ترك تعليق محفزنا ومتابعت انستغرام واتدائر امامكم الان في الشاشة. اراكم في فيديو قادم ان شاء الله. ودعا.